منذ ما يقارب نصف قرن من الزمن لا يزال هذا المبنى على حاله هنا في مدينة نصاب بمحافظة شبوة تربض مدرسة نصاب للتعليم الأساسي والتي تعد واحدة من أقدم مدارس المحافظة ورغم كونها المدرسة الأم واستئابها للطلاب من جميع المراكز في المديرية إلا أنها تفتقر لأبسط الخدمات بالإضافة إلى مبنىها المتهالك الذي لم يعد قادرا على الصمود لمدة أطول إذ لا تزال تعاني إهمالا وتجاهلا من قبل الجهات المعنية في السلطة المحلية مدرسة نصاب هي المدرسة الأول مدرسة وبنية داخل المديرية وكانوا يدرسون فيها جميع أبناء مراكز المديرية الحد الآن على وبع حالي لم يتغير تخرج منها كثير من الطلاب ولكن للأسف لا أحد تم اهتمام منها لا من جانب الحكومي ولا من جانب الجمعية الخيرية أو دول المالحة جدران متصدعة وأرضيات متآكلة وفصول تفتقر إلى أدنى المقومات هذا هو حال هذا الصرح التعليمي في مديرية نصاب والذي لم يتغير منذ سنوات طويلة بالنسبة للمديرية حاولنا تواصل مع بعض الإجهار طبعا المشروع كبير السلطة المحلية في المديرية أو أي جهة حكومية لم تنزل أو تتبنى منها هذا المشروع نهيئ نزل معنا صاحب صندوق التنمية الريفية حضر موت وعلى سطل المشروع هذا بيتبنونه لكنها أبدأت أنه لا تجد أي مخصصات مالية من أجل تنفيذ هذا المشروع على مدى سنوات مضت ظل القائمون على العملية التعليمية والأهالي هنا يوجهون مناشدات للاهتمام بالمدرسة إلا أن نداءاتهم تذهب أدراج الرياح كل مرة لتستمر معاناة الطلبة والمدرسة الأقدم في المديرية على حد سوى صالح سالم قناة بلقيس مدرسة نصاب شبوة